ليس القنابل وحدها من تقتل المدنيين في غزة افتلعب النفايات دورا كبيرا في نشر الأمراض الفتاكة والتي قد تعرض المنطقة برمتها إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالنظام البيئي والصحة العام خلفت الغارات الجوية الأسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاذ في قطاع غزة وفقا للأمم المتحدة هذا الحجم من الركام يكفي لملء صف من شاحنات النفايات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة بحسب وكالة بلومبرغ تزداد الصعوبة لهذه المهمة وهي مهمة إزالة الأنقاذ بسبب وجود قنابل لم تنفجر وملوثات خطيرة وبقايا بشرية تحت الأنقاذ وقد تستغرق إزالة هذه الأنقاذ إلى سنوات وتكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار وتعد الأنقاذ بيئة مثالية للذباب الذي يؤدي إلى إصابات جلدية خطيرة فضلا عن العقارب الصفراء والأفاعي ناهيك عن الجزيئات المحمولة بالهواء والتي تسبب أنواع متعددة من السرطان وفي أماكن النزوح المكتظة بالمواطنين في القطاع انتشرت الأمراض الجلدية نتيجة لعدم وجود النظافة وشح المياه وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات مما فاقم الوضع الصحي هناك ولجأ لأهالي إلى استخدام المياه الملوثة بسبب توقف محطات التحلية في القطاع عن العمل وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى انتشار الجرب والقمل والطفح الجلدي والجدر المائي وبسبب غياب المطاعيم سجلت غزة أول إصابة بفيروس شلال الأطفال شديد العدوى الذي كان منتشرا قبل أربعين عاما وحذرت الأمم المتحدة من أن تأثير المرض سيكون له تأثير كارثي على البلدان المجاورة والمنطقة ويظل خطر انتشار المزيد من الأمراض مرتفعا بسبب عوامل عدة تشمل الاكتظاث ونقص المياه والصرف الصحي وتعطل خدمات الرعاية الصحية الروتينية وتعثر النظام الصحي